أدانت كوريا الشمالية الحزم الأخيرة من العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على خلفية برنامجيها الباليستي والنووي مؤكدة أنها لن تتفاوض على سلاحها الدري في ظل استمرار التهديدات الأمريكية لها وأبرزت بيونج يونج في بيان بتته وكالة أنباء كوريا الشمالية الرسمية أن هذه العقوبات الأخيرة تعد انتهاكا عنيفا لسيادتها وأوضح البيت الأبيض في بيان بهذا الخصوص عقب مباحاتات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الجنوبي مونجي بشأن تهديدات كوريا الشمالية لبلديهما في ضوء استمرارها في تطوير صواريخ نووية عبر للقارات أن بيونج يونج باتت تشكل تهديدا حقيقيا ومتناميا للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان ومعظم دول العالم وزير الخارجية الأمريكي ريك ستيليرسون قال على هامش اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب أسيا المنعاقد في العاصمة الفلبينية مانيلا إن تأييد روسيا والصين للعقوبات الجديدة التي فرضها مجلس الأمن على كوريا الشمالية يظهر أن المجتمع الدولي توقع منهما المساعدة في إقناع بيونج يونج بحقائق الأمور ترجمة نانسي قنقر